تكلم على الحوار الوطني سيد عمار في حواره مع البي بي سي والبي بي سي اليوم من دولة بتعمل حقيقة شغل كويس جدا ولطيف جدا جدا فمتكلم على مسئولية تأخير الحوار الوطني على انه مسئولية النظام والسلطة السياسية نشوف عمار علي حسن ورأينا ما ترتب بعد ذلك من فطور وتشكيك في جدوى هذا الحوار او امكانيات استمراره نجد ان هذا الحوار جاء متأخرا الى حد كبير جدا السلطة السياسية قطعا هي المتأخرة لان البقية يعرضون يتهفتون ينظرون ينتظرون يقترحون يتمنون لكن من يقرر هي السلطة السياسية هي التي فتحت الباب وهي التي تواربه وهي التي يمكن ان تغلقه وبالتالي هي المسؤولة عن هذا الابطاء وانا اتصور ان ان جزءا من هذا الابطاء مرتبط طول الوقت بسلوك السلطة في مصر او الدولة المصرية عموما طبعا ليس هناك اي اختلاف مع ما قاله عمار علي حسن ان السلطة هي المسؤولة عن تأخير والسلطة مكتش عايزة يا جماعة الراجل قالك على نفسه يا جماعة انه مش بتاع سياسة يعني هو اجبر على ذلك اكبارا بسبب الاوضاع الاقليمية والاوضاع الداخلية لكن الراجل هو نازل كده من بط ممه ديكتاتور قالك مش بتاع سياسة وفي 2018 قالك اللي هيقرب من الكرسي ده يشيره بالعوش الارض هو عادي جدا وهتجد يا اخي سبحان الله وهو نقطع ليه تجد من يؤيده اللي قالك أنا عاشي له ونعاوش الارض ديكتاتور كرسي ده بتاعي أنا قاعد عليه خاص بنعينكم عادي جدا فلا تجد ابدا خلافا على ان السلطة هي مسؤولة عن ذلك لان السيسي لا يحب ذلك واجماعة هي واضحة هي سلوكيات واضحة هو انا واخد موقف شخصي منه هو سلوكيات واضحة يا جماعة الراجل لا يحب على الاطلاق فكرة المناقشة فاكرين الراجل الدكتور بتاع ضمياط لأ انت دارس الكلام بتقوله ده انت دارس الراجل بس كان بيتكلم دكتور في الجامعة بقوله بس نزود بس لأ هو فكرة انت متقولش رأي غير الله عايزه لما طلع خلد الباكر بهدله قاله ما صحش كده لما طلقت جميلة اسماعيل مع يوسف الحسيني رد عليها ما كان بيتكلم ثلاث ساعات في المؤتمر الاقتصاد رد عليها بالليل وقال لك محدش يطلع تعليمات على الهوى قال لليوسف الحسيني عشر سنين قال كده على الهوى مدخلة يوسف الحسيني موجودة قال عشر سنين اللي بيقولك هيمشي في الانتخابات الجاية ده بيأسس دولة ديكتورة عشر سنين جاية قالك عشر سنين الاعلام يفضل كده ما نسمحش بهذه الأصوات يعني ما نسمحش بصوت تاني ده قناعته الشخصية فهو أصلا الرجل يعني متركب على كده كن بقى اللي قال لك نعمل حواره بتاعة نعمل أنواع ايه روغانف عالب او عدينا من المؤتمر بتاع الملاخ نعدي من الانتخابات 24 وبعد كده على رأي محمود ياسين ايه نرسوعهم وبتكلم في ذلك الدكتور عمار وبتكلم على انه جدية الحوار لها شروط لم تتوفر من البداية طبعا يا جماعة عشان أدخل وانت حوار اتنمت يعني انت ومراتك متخنقين عشان حد يروح يصلح ما بينكو بتبقى فيه قصص للقبول ان هي أصلا موافقة انها تكمل معاك حياتك وانت موافق اه معترف ان هي غلطانة في كذا وانت معترف انك مش بتعمل ايه الوساطاء اللي بيقربوا بين الطرفين بيعملوا ايه بياخدوا شوية شروط انت موافقة تتكملي معا اه وانت موافق اه طيب انت غلطان في كذا يعني انت غلطان في كذا اه عندك استعداد تتغير عندك استعداد تتغير مش كون بيعملوا كده في المصالحة بين الزوجين فيه شروط لازم تعمل فده بقى لا طلع المعارضين افتح المناخ سيب الحريات اقل لازم فيه شروط تتحقق الاول هذي الشروط اللي بيقصدها الدكتور عمر نسمع وبيقوله فقط هو جديد الحوار من البداية لها شروط هذي الشروط لم تتوافر ابتداء المعارضة ظنت انه حوار متكافئ رأس برأس في سبيل الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي نعيشه وكان التصرف على هذا الاساس والتساوي في العدد والتساوي في الفرص والتساوي في التصور لكن هذا لم يتحقق في النهاية فتح الباب طيب يبدو ان الفيديو خلص طيب الدكتور عمر علي حسن بيتكلم على حالة الفطور السياسي ونعدام الثقة ولا بد من وجود منافس حقيقي ده يا جماعة الكلام بقوله عمر علي حسن عمر علي حسن أستاذ علوم السياسية الحقيقة هو ألف به السياسة يعني يا جماعة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا الحديث عن حياة سياسية دون وجود نوع من النوع المنافسة اللي هيروحي نفس السيسي في انتخابة 24 ده انت بتهرج في ظل وجود طبعا المنظومة زي بها انت بتهرج وتجاية تبقى صورة كرتونية بس لازم بقى فيه منافسة لازم تبقى فيه حالة مرسي وشفيق لازم ونبقى قاعدين كده لآخر لحظة مستنين قرار اللجنة بتاع الانتخابات مرسي وعلى شفيق تفرجوا على الأجواء هنا في تركيا تعالوا تفرجوا على الأجواء عندهم انتخابات رئاسية ما شاء الله حاجة والله العظيم تفرح الأتراك وتحزن الزاحلاتنا ونسى تدعك في أردغان وأردغان بكرة جاية عند البيت عندنا لسه بيقولولي ايه هتيجي لا يوم الاتنين بقى وانا شايف والله يقول لي تعالى أردغان جاية لا لا ليش في الحاجات دي أنا مواطن انا يا بانجي يا بيت يا بانجي يعني أجنبي بالتركي انا يا بانجي يعني اجنبي بالبيت عندي يعني في المنطقة اللي هنساكن فيها هيفتح 15 مشروع انتخابات في منافسة وبيغرأ ها استرد الناس ولا المعارضة هي اللي هتسترد الناس وتبقى عايزة تغيير فيه وحدش يعرف لحد اللحظة دي مين اللي هينجح انتخابات الجاية المعارضة ولا أردغان تطلعات الرأي كلها بتتكلم على ايه 50 49 كده مش تجيب موسى مصطفى موسى قد نشوف لأن التصورات أو التقديرات التي يراها حتى الأعمى أن هناك فطور سياسي وهناك عدم ثقة وهناك شكوك كبيرة جدا وبالتالي هذا سيؤدي إلى عزوف عن المشاركة وحتى تكون هذه المشاركة جيدة يجب أن يتوافر لها شرطان شرط الأول أن يكون هناك منافسون يأخذوا من الناس على محمد الجد ولو من الناحية الشكلية المسألة الثانية أن يكون هناك اطمئنان للنتائج إلى حد ما من خلال الإشراف القضائي لكن الإشراف القضائي في ظن أن اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تعلن النتيجة فهي هيئة موجودة لكن هذه الهيئة شكلت بطريقة بمعنى أن من الناحية الشكلية الإجراءات مستوفة لكن من ناحية المضمون وهذا هو الأهم من حق الناس أن تتساءل طيب هو بتكلم أستاذ عمار في الفيديو اللي جاهد على الانتخابات والحياء خلال الناس مع رأيه لأنه رأيي أنا معروف أنا رأيي معروف ومقتنع به بشدة وقد أكون مخطئ جدا فكرة الحجرة على الأراءة دي طبعا قد أكون مخطئ جدا لكني أرى أنه من العبث الحديث عن الانتخابات مع السيس الذي جاء بالدبابة ومدد الدستور كي يبقى في الحكم طيلة الحياة هم شرطين عندي أنا مكررهم كل مرة الشرط الأولاني عشان يعني أكون متفاعل مع انتخابات 24 شرطين الشرط الأولاني ألا يكون السيسي ضمن المرشحين يعني الكلام اللي قاله الدكتور أيمن نور والمعلومات اللي قالها تكون إن شاء الله صحيحة وإن المؤسسة العسكرية ممكن تطرح في اللحظات الأخيرة مرشح بديل السيسي تمام كده جيم أوفر ونبدأ نشتغل تمام أو أن تتحقق الشروط العشرة اللي كتبها الدكتور أيمن نور مش عشان أنا بختلف مع الدكتور في عشرمائة حاجة لكن هو حط شروط تخلي فيه انتخابات بجد فهو حاجتين أنا كعماد أتفاعل مع انتخابات 24 وأعتبر إن فيه انتخابات إنه السيسي ما بقاش مرشح أو إن الشروط العشرة تتحقق غير كده هيبقى إحنا إيه إنت جاي تعز ولا جاي تهزر أنا جاي هزر يبقى جاينا هزر بصراحة فهنسمع وجه تهزر الدكتور عمار علي حسن في انتخابات 24 إذا مكن المصريون من الانتخاب بحرية ونزاهة وعدالة وتكافؤ فرص يمكن لأي شخص أن يكون قادرا هل طرح اسم أحمد التنطوي كبديل مدني في السياق التاريخي لمنظومة الحكم في مصر مقبول؟ لا مقبول من مين؟ من منظومة الحكم لا طبعا منظومة الحكم كان أمامها سلاسة خيارات الخيار الأول هو استبداد مع تنمية على غرار سنغافورة أو كوريا في فترة من الفترات أو حتى بعض تجليات المشروع الصيني وهي لم تستطيع أن تحقق ذلك الخيار الثاني هو تلطيف الفشل الخيار الثالث هي الوقوف على الحف السلطة الحالية تقف على الحف بشكل واضح وصريح لأنها السيناريو الأول الذي قالت به لم تستطيع أن تنجزه رئيس عبد فتاح السيسي حين أتى قال أنا مش بتاح سياسة قال لك أنا مش بتاح سياسة والكلام مزبوط والكلام مرشح مرشح قوي لما يكون في انتخابات لما يكون في انتخابات أجبا يبقى في المرشح والله العظيم والله مصر مليانة كفاءات مصر مليانة كفاءات ده الشاب أحمد قنصوة المحبوز ده أبهرني لما طلع بالباب بتاعه طبعاً تعرفين التشكيك اللي كان عندي ده مزقوق والمخابرات حاجات العبط اللي بيعملوها بعض المحسوبين على المعارض ده أحمد قنصوة شاب صغير وعقيدة هو أبهرني فمصر مليانة كفاءات يعني بغض نظر عن فيه أسماء كبيرة في العمل السياسي لكن كمان فيه أسماء صغيرة ومغمورة أحمد قنصوة حانتش كان يعرفه لكن كفاءات فيبقى بس في انتخابات بجد وتشوف يعني لكن انت بقى المهزلة دي ونجيب واحد عشان نطلعه والسيسي بقى ناجح بسبعين في المائة إيش السيسي بيحظم بسبعين في المائة طبعين في عينك كده طب احلف وانت صايم ولا انت بصايم أصلا السيسي شرائيته في الشارع وشعبيته في الشارع تلاتين في المائة حتى للوقت طب احلف كده احلف على مصحف ما بتسمعش سب الدين وفي رمضان واشتمته سيسي تلاتين في المائة عندوش تلاتين في المائة حتى سيسي شلت المنتفعين اللي حواليه بس شكرا لكم